اعزائي الطلبة صباح الخير احنا منتكلم دلوقتي في مادة المحاسبة الخاصة المشتوى التالت الفصل الدراسي الاول وهناخد منها جزء الجزء الاولاني هي طبعا انتو كتاب انتو عارفينه متقسم لأقسام هنتكلم على اول جزء فيها اللي هو المحاسبة في المنشآت زاد الاقسام نتكلم في الاهداف التعليمية اول حاجة معرفة المقصود بمحاسبة الاقسام اهميتها اتنين توضيح النظام المحاسبي في المنشآت زاد الاقسام تلاتة تصميم مجموعة التقارير والحسابات الختمية والميزانية في المنشآت زاد الاقسام اربعة التعرف على المعالجة المحاسبية والقيود المحاسبية للمنشآت زاد الاقسام خمسة كيفية اعداد الحسابات الختمية والميزانية في اطار تقسيم المنشآت الى اقسام مقدمة يترتب على تطخيم ونوعية النشاط في بعض المنشآت ان تعمل على تقسيم النشاط الى مجموعات زاد طبيعة متجنسة المجموعات دي تسمى قسم ويتولى كل قسم شخص متخصص له سلطات ومسؤوليات يشرف من خلالها على ادارة مرؤوسي داخل هذا القسم يعني منشآة مثلا زي ما نشوف دلوقتي من امثلة هذه المنشآت التجارية كرفور مثلا حيث نجد انه داخل هذه المنشآة هناك اقسام للادوات المنزلية وقسم الاجهزة وقسم للبقالة الى اخر وكذلك من امثلة المنشآت الخدمية البنوك حيث نجد انه هناك قسم كل بنك داخل نجد انه داخل كل بنك اقسام متخصصة زي قسم الحسابات وقسم الودائع وقسم الكمبيلات وهكذا تعريف القسم القسم هو واحدة تنظيمية صغيرة او صغيرة داخل المنشآة متخصص في اداء نشاط محدد له صفات متجنسة ويعتبر القسم مركز مسئولية يشرف عليه شخص مسئول محدد له سلطات ومسئوليات ويعمل على نجاح هذا القسم في اداء مهمته من خلال عدد من المرؤوسين الهدف بقى من تقسيم المنشآة لأقسام ايه؟ اول حاجة فكرة هنقول فكرة تقسيم المنشآة الكبيرة الى عدة اقسام تهدف الى واحد بنحدد نتيجة اعمال كل قسم على حدة نشوف القسم ده بيحقق ربح او خسارة مما يساعد في تقييم اداء القسم ومدى احتياج المنشآة لينه؟ اتنين تحليل الارادات والمصروفات الخاصة بكل قسم تحليلا دقيقا مما يساعد في ترشيد الانفاق في بعض الاقسام تلاتة ايجاد وسيلة دقيقة للمقارنة بين الاقسام المختلفة خلال فترة معينة وكذلك مقارنة نتائج نفس القسم خلال اكثر من فترة مالية اربعة احكام الرقابة على الاداء داخل القسم ومتابعة تنفيذه للسياسة العامة للمنشآة خمسة العمل على زيادة ايرادات المنشآة جاكل من خلال تشجيع الاقسام الاكثر فاعلية وانتاجية ثالثا التنظيم المحاسبي في المنشآة ذات الاقسام التنظيم المحاسبي بيتم ازاي بقى؟ لكي تتحقق المنشآة او لكي تحقق المنشآة ذات الاقسام الاهداف السابق ذكرها فان الامر يسلزم تحليل البيانات المحاسبية على مستوى الاقسام المختلفة للمنشآة كما يلي وذلك كما يلي واحد بنعمل او بنعد مجموعة مجتندية تعتمد على تحليل البيانات داخل المجتند سواء كان فاتورة او ايصال او صند قبض او صند دفع وذلك بالنسبة للمشتريات والمبيعات مرضوطات المشتريات مرضوطات المبيعات والمشروفات الارادات وذلك بالنسبة لكل قسم على حده تاني حاجة بنعمل او بنعد مجموعة دفترية بتعتمد على تحليل البيانات المحاسبية لكل قسم وذلك من خلال يوميات مساعدة واساسة مساعدين ودفتر تحليلية وسجلات احصائية بعد كده بنعمل او بنعد التقارير والحسابات الختمية بقى بطريقة تحليلية يعني عاكس ذلك في معرفة بنعرف مجمل الربح لكل قسم هنعرف مجمل الربح عن طريق حساب المتجرة ونعرف صاف الربح عن طريق حساب الارباح وخسائر وبنعمل ميزانية مجمعة لجميع الاقسام وبنعمل حاجة كمان اسمها ارباح وخسائر عام للشركة ككل هنشوف هنعمل في ايه اول حاجة هنفسر المجموعة المشتندية من المعروف ان المشتند هو مصدر القيد في الدفاتر وليمكن القيد دون وجود مشتند وان هناك نوعين من المشتندات فيه مشتندات داخلية يعني بتصدر من داخل المنشأة ومشتندات خارجية وعند تقسيم المنشأة الى الاقسام فان الامر يستلزم مراعاة ذلك التقسيم في المشتندات كما يلي اول حاجة مشتندات داخلية زي ايه المشتندات اللي بتطلع من داخل المنشأة اول حاجة فواتير البيع لما بنبيع بضاعة بنطلع من عندنا فطول ببيع للرجل اللي بنبيع له تاني حاجة بشوف المرتبات وثون الإضافة وثون الصرف إلى آخر حيث يجب التمييز بين مستندات كل قسم إما بكتابة رقم وإسم القسم على المستند الخاص به أو طباعة المستند لكل قسم بلون مميز عن بقى الأقسام الأخرى وذلك لتسهيل عملية التوجيه المحاسبي وكذلك لتخصيص ملفات الحفظ والمراجعة لكل قسم المستندات الخارجية بقى هي اللي بترد من الخارج للمنشأة زي فاطير الشراء لما بنشتري بدعب ناخد إحنا فطورة زي إيصال النور بيجينا من شركة النور زي إيصال المياه بيجينا من شركة المياه إلى آخر حيث يجب إذا كانت هذه المستندات تخص عمليات معينة لقسم معين يكتب أعلى المستند اسم ورقم القسم أما إذا كانت هذه المستندات تخص عمليات مشتركة بين الأقسام مختلفة فيجب توزيع ما يخص كل قسم في مستند داخلي يرفق مع المستند لتسهيل عملية التوجيه المحاسبي المجموعة الدفترية بقى من المعروف أن تنظيم المجموعة الدفترية قد يتم بأحد شكلين هنشوف الشكل الأول يقوم على أساس أن فيه يومية عامة واحدة وإشتاز عام واحد وذلك كما في حالة الطريقة الإيطالية هنشوف كده نبص كده للشكل مع بعض أول حاجة عندنا فوق كده على اليمين المستند المستندات سواء داخلية أو خارجية هنسجل من المستندات دي قيود يومية رايحة لدفتر يومية العامة ومن دفتر يومية العامة هنرحل الأستاذ العام وبعدين في الآخر ناخد الأرصيدة على ميزان المراجعة من ميزان المراجعة بقى اللي عندنا ده هنعمل الحسابات الختامية اللي هي حساب التشغيل وحساب المتجرة وحساب الأرباح والخسائر والميزانية في حالة منشآت ذات الأقسام اللي تتبع هذا الشكل اللي هو الشكل الأول اللي شفنا ده الأمر يسلزم أن احنا نسجل المعاملات المالية في دفتر يومية على أساس تحليلي للأقسام المختلفة مع وجود خانة للإجمال كما في الشكل التالي فمثلا هذه عندنا دفتر يومية في المشآت ذات الأقسام نفرض أن احنا اشترينا بضع هنعمل القيد في خانة البيان هنقول كده من حساب المشتريات وحط عندي في الجانب المدين في الخانة كلية إجمال المشتريات لأن المشتريات تبقى على طبعها ما هي موجودة من حساب يعني طرف مدينة هي وبعدين في الجزء هقسم قسم ألف ليه كام مشتريات قسم به ليه كام مشتريات وبعدين في خانة الجانب الدائن هقول إلى حساب النقدية يبقى القيد بصفة عامة من حساب المشتريات قسم ألف وقسم به إلى حساب النقدية أما بالنسبة لدفتر الأستاذ فقالنا بيفتح حساب للمشتريات حيث تقسم خانة المبلغ بعدد أقسام المنشأة التي لها علاقة بعملية الشراء كما في الشكل التالي بنبص بقى هذه بالنسبة لحساب المشتريات في دفتر الأستاذ عندنا خانة الجملة هنحط فيها المبلغ الإجمالي وبعدين عندنا قسم ألف وقسم بي هنقسم المشتريات الإجمالي دي بتاعت الجملة قسم ألف ياخد نصيبه وبعدين نقول إيه إلى حساب النقدية لأن أنا عندي فوق اسم الحساب حساب المشتريات فأما كنبل بقية القيد أقول إيه إلى حساب النقدية بنمشي بالقيد كده بساهم كده زي لفت عرب الساعة من حساب المشتريات فروح كنبل في خانة البن تحت إلى حساب النقدية الشكل التاني الشكل التاني عندنا المشتندات هاي فوق عليمين مشتندات داخلية والمستندات خارجية هنا بقى في الطريقة دي بنقسم اليومية يومية العامة إلى يوميات فرعية هنا بنقول يومية للمشتريات يومية مرضودات مشتريات يومية مرضودات مبيعات يومية المقبضات يومية المدفوعات إلى آخر بعد كده بناخد من هذه اليومية الفرعية كل يومية فرعية في نهاية كل شهر بناخد منها قد إجمالي والرحله لليومية العامة المركزية زي ما احنا شايفين وبعدين بنرحل من اليومية العامة للأستاذ العام الأستاذ العام بتكون فيه الأرصدة برحلها لميزان المراجعة ميزان المراجعة دعبار عن إيه؟ دعبار عن كشف بجميع الأرصدة الموجودة في المنشأة من ميزان المراجعة ده هنعمل بقى الحسابات الختمية حساب التشغيل والمتجرة والأرباح وخسائر والميزانية فيه برضو احتمال إن احنا ممكن ناخد من المجتند بصوا معايا نرجع تاني المجتند الطريقة دي بتروح تدي تحت للأستاذ المساعد فيه أسات زي مساعدين زي اليومية المساعدة دي اللي فوقيه وبعدين بناخد من الأستاذ المساعد نودي للأستاذ العام ومن الأستاذ العام لمزان المراجعة بحيث يتم تقسيم خانة بتاعة المبلغ بعدد أقسام المنشأة كما يتطادح ذلك في اليومية المشتريات اللي احنا نتكلم عليها ونشوف الشكل بتاعها التاني شوفوا يومية المشتريات عندي رقم التاريخ رقم القيد التاريخ اسم المورد البيانة بعد كده خانة المبلغ عندنا جملة بعدها هنقسم الجملة دي بعدد أقسام قسم ألف القسم بيه القسم جيم الجملة دي هوزحها لكل قسم نصيبه بعد أن بكتب رقم المستند رقم صفحة الأستاذ والملحظات ويتم إعداد باقي اليومية بهذا الشكل وذلك بالنسبة لدفتر يومية المبيعات دفتر يومية المرضوط المبيعات ودفتر يومية أوراق الأب إلى آخر أما باقي الدفاتر مثل دفتر يومية الصندوق والبنك دي ما بتخصش قسم معين ولكن يظهر خانة المبلغ مجمعة كما هي بدون أقسام ده بالنسبة لدفتر يومية الصندوق والبنك أما بالنسبة لدفتر الأستاذ المساعدة زي دفتر أستاذ مساعد موردين دفتر أستاذ مساعد عملاء أستاذ مساعد أصول سبتة إلى آخر فيمكن إمساك دفتر أستاذ مساعد لكل قسم تفتح به حسابات العملية الخاصة بهذا القسم كالمشتريات أو المبيعات زي حساب المشتريات بصتوا أدي حساب المشتريات أهو بالأقسام زي ما شفناه في الطريقة اللي هي التانية أدي الأقسام فيه أولا فيه جانب مدين ودايم أدي الأقسام جملة وبنقسم بعد كده الجملة دي الأقسام ألف وبه وجيم وبعد بنكتب البيان ورقم رقيد في دفتر يومية والتاريخ وهكذا بالنسبة للجانب الدايم مجموعة التقارير والحسابات الختمية والميزانية بقى من المعروف أن التقارير بتشمل ميزان المراجعة وهناك نوعان من ميزان المراجعة فيه ميزان مراجعة بالمجميع وميزان مراجعة بالأرصدة المهم أن احنا بنستخدم ميزان المراجعة بالأرصدة ناخد الأرصدة اللي فيه ونوزحها على حساب التشغيل وحساب المتجرة والأرباح وخسائي بنبص تحت عندنا في الشاشة أما الحسابات الختمية فهي حساب التشغيل والمتجرة والأرباح وخسائل ألف بالنسبة لحساب التشغيل هو حساب يتضمن المعاملات المالية المتعلقة بالعملية الصناعية في المنشأة من مواد وأجور ومصروفات ورصيد الحساب ويمثل تكلفة البضعة المصنعة وبنقفل رصيد حساب التشغيل في حساب المتجرة نجي لحساب المتجرة هو حساب يتضمن المعاملات المالية المتعلقة بالبضاعة المباعة في المنشأة مع تحديد مخزون أول وآخر المدة ورصيد الحساب بيمثل مجمل الربح أو مجمل الخسارة وهي ربح البضاعة المباعة أو خسارة البضاعة المباعة وبيقفل هذا الحساب اللي هو حساب المتجرة في حساب الأرباح والخسائل نجي للأرباح والخسائل حساب الأرباح والخسائل ده بيشمل جميع العمليات المالية اللي بتتضمن المصروفات والإرادات اللي مرتبطة بأقسام معينة اللي هي مرتبطة بالعملية التشغيلية أو البيعية ورصيد هذا الحساب بيمثل صف الربح أو صف القسارة ويقفل في الميزانية بنقفله في الميزانية أما الميزانية فهي قائمة توضح ما للمنشأة وما عليها يعني ما للمنشأة وما عليها الميزانية دي مش حساب عبارة عن قائمة لها جانبين جانب بيحط فيه الأصول ده عبارة عن بيحط فيه كل ما تملكه المنشأة وكل ما للمنشأة لده الغير طيب هو إيه اللي بتملكه المنشأة بتملك عقار أراضي مباني أساس بضاعة آلات بتملك كمان نأدية في الصندوق بنك ده إيه اللي بتملكه المنشأة وما لها عند الغير لها فلوس عند المدينين فنحط المدينين آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ معين يعني بتبقى ميزانية مجمعة وما بيصهرش فيها اي ارقام تفصيلية لكن بنحط فيها حاجة معينة في الميزانية بنحط فيها بضاعة اخر المدة كاجمالي لكل الاقسام وبعدين في خانة تحليلية بنقول بضاعة اخر المدة قسم الف كذا القسم به كذا القسم كيم كذا ده بالنسبة للميزانية وبالنسبة لمنشئات ذات الاقسام في ان الحساب المتجرة بيقسم خانة المبلغ فيه الى خانة اجمالية او خانة فرعية بعدد الاخسام وذلك لمعرفة مجمع الربح كل قسم دي الوقت اللي قدامنا ده على الشاشة في الصفحة دي شكل حساب المتجرة في المنشئة ذات الاخسام عندي مقشوم نصفين جانب مدين وجانب داين هنحط في الجانب المدين كل اللي بيدخل في القسم وهنحط في الجانب الداين كل اللي بيطلع من القسم بالتقريب كده يعني فهنحط فيه ايه؟ بضاعة اول المدة هي محطوطة بالاجمالي في خانة الجملة وهنحط بضاعة اول المدة لقسم والقسم بيه وجيم مشتريات هحطها في خانة الجملة بالاجمالي وقسمها على عدد الاقسام اله وبه وجيم مردودات المبيعات هكذا وتحولات الاقسام الى اخر نيجي للجانب الداين بنحط المبيعات بنحطها بالجملة وقسم مبيعات اله وبه وجيم افصصها بقى الجملة ده افصرها مردودات المشتريات بعمل نفس الحكاية الى اخر وبحط بضاعة اخر المدة في 31-12 بعد كده بنرصد الحساب بنجمع خنتين الجملة اللي موجودة في الجانب المدين والداين إذا كان الجانب المدين أكبر هينزل مجموعه تحت في النحيتين واطلع الرصيد المدور دون اللي في الجانب المدين هيبقى ده ربح هاخدى وديه لحساب الأرباح وخسائر طب نفترض أن الجانب المدين أكبر هينزل مجموعه تحت في المربع الأخلان التحت تاني ده تحت الجملة في النحيتين وأطرح منه الجانب الداين الأقل يطلع الرصيد خسارة يترحل في الجانب المدين من حساب الأرباح والخسائر ده شكل حساب المتجرة في المنشأة ذات الأقسام كذلك بالنسبة لحساب الأرباح والخسائر فأنه يمكن تقسيم خانة المبلغ فيه إلى خانة إجمالية وخانات فرقية بعدد الأقسام وذلك لمعرفة صافي ربح كل فرق هذه عندنا حساب الأرباح والخسائر نفس الشكل ونفس التأثيم بإحساب المتجرة بالزبط بس عندنا الجانب المدين هحط فيه جميع المصروفات اللي بتخصه كل قسم والجانب الداين هحط فيه الإرادات أول حاجة في الإرادات بيجيني مجمل الربح اللي جاني من المتجرة مجمل الربح بحطه إجمالي وبعدين أحط مجمل ربح ألف مجمل ربح به مجمل ربح جيم وأي إرادات أخرى أي إرادات أخرى زي إيه مثلا خصم مكتسب الخصم المكتسب ده بيبقى إيراد بحطه في الجانب الدين في الجانب المدين بحط جميع المشروفات اللي بتخص الأقسام مرتبات أحط مرتبات ألف وبه وجيم واجمعها وحطهم في خانة الإجمال وهكذا الإيجار والنور والمية وهلاك الألات والأساس وبعد كده بجمع الجنبين نفس الحكاية نفترد إن جانب الدين طلع أكبر هحط مجموعه تحت في المربع التحتاني الأخير بتاع الجملة في الناحيتين وبعد أطرح منه أطرح منه مجموعة جانب المدين هيديني اللي حوالي دايرة ده عبارة عن الربح إجمالي هوا أكتب جنبه زي ما شايفة كده إيه لحساب الأرباح وخسائر وهقول صافي الربح في بقى عندنا حساب أرباح وخسائر عام هوادي فيه المبلغ ده في الجانب الدايم والنظرة لأن هناك بعض المصرفات وبعض الإيرادات لا تخص قسمة معين ولكن بتخص المنشأة ككل زي التبرعات مصاريف إدارية للإدارة العليا إيجار مبنى الإدارة العليا فإن الأمر بيستلزم تصوير حساب أرباح وخسائر عام للشركة ككل هنقفل فيه الربح اللي جاني من حساب الأرباح وخسائر اللي فات دواً وأحطه في الجانب الدايم وأرحله لحساب الأرباح وخسائر العام وبعد كده رسيد حساب الأرباح وخسائر العام بعد ما بخلص برحله على الميزانية هنشوف شكل حساب الأرباح وخسائر العامة هوا هذه مثلاً صاف الربح قسم ألف جاني أهو صاف الربح في الجانب الدايم القسم به أو ممكن أحط إجمال الربح أو صاف الربح بصفة عامة للمنشأة ككل كإجمالي وبحط بعد كده الإيرادات في الجانب الدايم إيرادات عامة فوائد بنوك فوائد سندات دي حاجات ما بتخشش أخسام دي بتخص المنشأة ككل وكمان في الجانب المدين بحط المصروفات اللي بتخص المنشأة ككل زي إيجار مبنى الإدارة إهلاك أساس الإدارة تبرعات وبعد ما هرصد الحساب بنفس الطريقة اللي بنرصد بيها الحسابات اللي فاتت باقوا بقى صاف الربح العام بقى بوديه للميزانية نشوف مع بعض شكل الميزانية بقى الميزانية دي مش حساب دي قائمة الناحية اللي مين بنحط فيها الأصول والناحية الشمال بنحط فيها الخصوم قد الناحية اللي مين عندنا أول حاجة بنحط فيها ممتلكات المنشأة وما لها عند الغير الممتلكات أول حاجة أصول سبتة بعد الإهلاك أراضي مباني أساس سيارات آلات معدات أصول متدولة نأدية مدينين أوراق أبض مخزوم بضاعة آخر المدة لقسم ألف ولقسم به وبعدين عندنا في حاجة اسمها مصروف مقدم وإيراد مستحق إيه المصروف المقدم ده إفد أنا جاء أول السنة أو السنة اللي فاتت كان عليها إيجار مي جنيه وما أنا دفعت مية وعشرين جنيه السنة اللي فاتت يبقى إذن في مصروف أنا دفعت عشرين جنيه دي مقدمة للسنة الجديدة فتعتبر دي مصروف مقدم ده من حق إيه لي متشلي للسنة الجديدة فده يبعتبر من ضمن ممتلكات برضو إيه الشركة فبتحط في جانب الأصول وإيه إيراد مستحق إفرد الإيراد المستحق ده إيه أنا باخد إيرادات ومن ضمن الإيرادات جمعت يعني أنا مثلا ليا إيراد بحصله إيراد أوراق مالية أو إيراد برضو إيجار ليا إيجار عند ناس مأجر مباني وباخد إيراد كل سنة فأخدت إيراد أنا مفروض إيجار السنوي 80 أخدت منهم إيه ستين ستين بس يبقى إذن أنا ليا 20 جنيه عندهم يبقى ده إسمه إيه إيراد مستحق ليا زي ما هنشوف التمارين برضو هيقابلنا حاجة زي كده نيجي لجانب الخصوم بنحط فيه ما على المنشأة أول حاجة على المنشأة للشركة رأس المال والاحتياطيات اللي هي حاجزاها من أرباح والأرباح اللي مرحلة اللي جاياني من السنوات السابقة وصاف الربح العام اللي جايني من أرباح وخسائر العام وبعد كده الخصوم المتدولة هنحط الدائنين أوراق الدفع والمخصصات جميع المخصصات بنحطها في الجانب الدائن أحيانا بنحطها في الجانب الدائن زي ما احنا حطناها كده مخصص إهلاك مثلا إيه؟ أساس بنحطه في الجانب الدائن وما ترحش في جانب الأسور في بعض الأحيان في بعض التمارين بنقول أساس ناقص المخصص وحط الصافي ممكن كده وممكن كده وبعد كده عندنا خصوم سابتة اللي هي قروط طويلة الأجل مصروف مستحق إيراد أراد مقدم في بعضنا مصروفات بتشترك فيها الأقسام كلها بزي المصروفات اللي أنا بقسمها تحت خانة كل قسم فهنا بنقول إيه؟ لكي يمكن معرف الصافي ربح كل قسم من أقسام المنشأة فإن الأمر يستردم إلى جانب معرفة مجمل الأرباح لابد أن احنا نعرف مصروفات القسم سواء كانت مصروفات مباشرة على القسم بحطها على طول مباشرة على القسم أو نصيبه من المصروفات غير المباشرة وذلك فإن الأمر يستردم تقسيم المصروفات في المنشأة ذات الأقسام إلى تلت أنواع فيه مصروفات مباشرة على القسم دي ألف بحط كل قسم مصروفه مباشرة يعني يجي يقول لي إيه؟ مصاريف البيع والتوزيع قسم ألف مية القسم بيه متين قسم جيم تلاتة بحط تحت كل قسم المبلغ بتاعه فيه بقى مصروفات مش مباشرة غير مباشرة زي مصروفات مشتركة بين الأقسام وفيه مصاريف عامة على مستوى المنشأة ككل المصاريف غير المباشرة اللي مش مباشرة على القسم الغير مباشرة على القسم ومشترك بينها الأقسام بيديني في التمرين أساس توزيع هذه المصروفات غير المباشرة على الأقسام أو هيديني أسس معينة هنشوفها في الصفحة التالية المصرفات مثلا المباشرة نتكلم الأول عن المصرفات المباشرة هي المصرفات المتعلقة بالقسم وتحمل عليه مباشرة لأنه هو الموحيد المستفيد منها زي المرتبات والأجور فيه عندنا بيقول لي المرتبات والأجور قسم ألف به ألف كذا وبه كذا بحط تحت خانة قسم ألف المبلغ بتاعه وتحت خانة قسم به المبلغ بتاعه إلى حساب النقضية ده القيل لكن احنا مش بنطلب القيود احيانا ان احنا بنطلب اهم حاجة عندنا الحسابات الختمية اللي هي المتجرة والارباح وقسائر وقايمة المركز المال وببعض الاحيان ارباح وقسائر عام فهينا اللي بيبقى متقسم الى الاقسام بحطه تحت قسم الف مبلغه وتحت قسم به مبلغه في بعد كده عندنا مصروفات غير مباشرة على القسم يعني بتشترك بين الاقسام وهي مصروفات يستفيد منها اكتر من القسم ولكن بنسب متفوتة ويتم توزيحها على الاقسام بمشتنى الداخلي وفقا لاساس التوزيع في علاقة بقى بين معدل استفادة القسم من المصروف ومبلغ المصروف في قشش لتوزيع المصروفات غير مباشرة الايجار هنوزع بالاقسام ازاي؟ على اساس المساحة فيقول لي في المعلومات تحت في التمرين ان هيتوزع على اساس المساحة وبنسبة الاقسام هتبقى النسبة كذا وهيدين هو النسبة بتاعت المساحة مصريف الاضاءة بتتوزع على اساس عدد اللمبات مصريف اهلاك المباني بتتوزع على اساس المساحة في كل قسم برضو اهلاك الالات هتتوزع على اساس عدد الالات عمولة المبيعات هتتوزع على اساس رقب المبيعات الموجود في كل قسم ده بيبقى موجود في كل قسم وهناك اسس توزيع اخرى كثيرة حسب طبيعة كل مصروف غير انه يجب مراعاة الارتباط بين المصروف وأساس الاستفادة من في مصرفات عامة على مستوى المنشأة بقى زي ما قلنا التبرعات والمخصصات فايد القروض ومرتب الإدارة العامة دي بتروح حساب الأرباح الخسائر العام زي ما سبق وقلنا نشوف بقى مع بعض حالة عملية بيقولي منشأة مكونة من قسمين ألف وبه فإذا علمت أن مصرفات وإرادات المنشأة كانت على النحو التالي الخصم المسموح بي 700 أخذ بالكم معي وأنا بقرأ كل بند هشرحه عشان لما نيجي نعمل الحل هنعمله بطريقة أسرع بقى الخصم المسموح بي 700 جنيه الخصم المسموح بي طبعا ده مصروف فبيتحط في الجانب المدين في حساب الأرباح الخسائر في الخانة الإجمالية 700 جنيه أو بستنى يوزع بنسبة إجمال المبيعات طب أنا عندي إجمال المبيعات إيه عندي قسم ألف من دهينة هي 12 ألف القسم به 9000 أدي إجمال المبيعات اللي عندي وإجمال المبيعات ده يتحط في حساب المتجرة تحت القسم ألف في الجانب المدين تحت القسم ألف لا دي المبيعات سوريا هتتحط في الجانب الداين 12 ألف لألف 9000 لبه طيب النسبة بينهم هتبقى ايه هنشيل التالت تسفار هتبقى النسبة بينهم 12 الى 9 فانا عايزة اقامل ايه الخصم المسموح بينه اللي هحطه في حساب الارباح وخزير عايزة احطه بقى ايه تحت الف كام وبه كام هنقول 700 في 12 على 21 12 دي هي مبيعات الف على 21 هي مجموعة 12 وتسعة يعني بنحط 700 في الجزء على مجموعة الاجزاء وبعدين اللي يخص به 700 في تسعة على 21 هيطلع للخصم المسموح به اللي بيخص الف واللي بيخص به هنجي الخصم المكتسب بنفس الطريقة 5500 يوزع بنسبة اجمال المشتريات ومديني قدي اجمال المشتريات الف 6000 وبه 5000 اجمال المشتريات ده بنحطه في حساب المتجرة تحت الف 6000 تحت به 5000 وبنحط الاجمال في خيانة المجموعة طب الخصم المكتسب ده بنحطه فين في حساب الارباح والخسائر الجانب الدين طب عايزين نقسمه هقسمه بنسبة المشتريات نسبة المشتريات تبقى 6 الى دي 15000 دي 15000 6 الى 15 يعني هنحزف الثلاثة تصفار هنقول بقى ما يخص ألف 5500 في 6 على 21 ال21 دي مجموعة الستة والخمستاشر في الجزء على بجموعة الأجزاء و5500 تاني في 15 على 21 نمر الثلاثة الإيجار المدفوع خلال العام 900 جنيه نخبنا بقى من الحتة دي مهمة قوي 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 بقول الإيجار المدفوع خلال العام 900 جنيه وفيه إيجار مقدم أول العام 100 يعني السنة دي اللي بعمل عنها القوائم المالية لقيت فيها إيجار مقدم من السنة اللي فاتت 100 مقدم من السنة اللي فاتت يعني بيخص هذا العام يبقى كأن الإيجار المدفوع خلال العام 900 زائد 100 يبقى الإيجار المدفوع أنا بطلع كل ما يخص العام أثبته في حساب الأرباح والقسائر 900 زائد 100 هحط الألف في خانة الإجمال في حساب الأرباح والقسائر واكتب إيجار طب عايزة أوزعه بقى إيه على ألفه به يقول لي وزع بنسبة المساحة بلغت مساحة قسم ألف ربع مساحة القسم به يعني إيه؟ يعني إذا فرضنا مثلا إن مساحة ألف ربع به يعني كأن لو مساحة به أربعة يبقى مساحة ألف واحد طب عايزين نوزع الألف بقى عليهم بنسبة واحد يبقى النسبة واحد إلى أربعة هايزين نوزع النسبة بينهم هنقول إيه؟ الألف بقى اللي احنا طلعناها الإيجار دي في واحد على خمسة خمسة اللي هي النسبة واحد على أربعة في الجزء على مجبوعة الأجزاء وبعدين ألف في أربعة على خمسة يطلع لي نصيب به الإضاءة المدفوعة خلال العام 700 وهناك بصريف إضاءة مقدمة برضو أول العام بألف ده نفس الفكر اللي مدفوعة مقدمة أول العام ده هاخده واجمعه على السبعمية يبقى إذن اللي بيخص هذا العام تمنمية هحطها في الأرباح والخسائر في الجانب المدين ويوزع المصروف بعد كده بنسبة المساحة بنفس النسبة اللي فوق اللي هي واحد إلى أربعة فهيبقى نقول التمنمية دي فيه واحد على خمسة وتمنمية فيه أربعة على خمسة هدي نصيب ألف ونصيب بيه نمرة خمسة مهاية موظفي القسم ألف 250 والقسم بيه ربعمية وخمسين المهاية دي بتروح لحساب الأرباح والخسائر حطها تحت ألف 250 وتحت بيه ربعمية وخمسين ستة مهاية الإدارة 600 جنيه توزع بنسبة مجمل الربح مجمل الربح ده بيروح فين؟ لأصلا بيروح في الأرباح والخسائر بيطلع بيجين من حساب المتاجعة مجمل الربح ألف مدوني جاهزة هوا ألفين جنيه وبه مجمل ربحه ستة ألف جنيه طيب ال700 جنيه هتتوزع بنسبة ايه؟ بنسبة تبقي اتنين لستة هنشيل التلت اصفار في الاتنين يبقى 600 في اتنين على تمانية و600 في ستة على تمانية يعني 600 في الجزء على مجموعة جزءين اللي هي اتنين وستة و600 في ستة على تمانية اللي هي مجموعة جزئين سبع بلغت مصاريف الدعاية للمنشئة 300 جنيه مصاريف الدعاية دي بتروح فين في حساب الأرباح وخسائر الجانب المدين مصاريف الدعاية دي هشوف تحت في المعلومات الجردية هيقول لي هتوزع ازاي انا حطيتها دي وقت في خانة الإجمالي 300 جنيه وهستانا شوف توزعها في البيانات اللي هيقول لي بعد كده از علم استهلاك اصول سبتة 200 جنيه برضو الاستهلاك ده هيروح في حساب الأرباح وخسائر في خانة الإجمالي 200 جنيه واستانا مش هوزعه ألا ما شوف المعلومات الجردية ارادة أوراق مالية الارادة هو بتاع الأوراق المالية ده بيروح فين بيروح حساب الأرباح وخسائر العام لانه ده ما بيخصش قسمه معين حساب الأرباح وخسائر العام هيتفتح يتحط ارادة الأوراق المالية في الجانب الدائم نكمل المطلوب تصوير حساب الأرباح وخسائر بتاع الأقسام وحساب الأرباح وخسائر العام بس طب حلو قوي نشوف التمهيد نقرى التمهيد ده فيه الشرح اللي أنا حكيته لكم قد الخصم المسموح بيه 700 الخصم المسموح بيه قال نقال هتوزع بنسبة المبيعات المبيعات عندنا 12000 لقسم ألف وتسعة تلاف لقسم به إذا رجعت للتمرين هتلاقيها كده فهنضرب 700 في 12 على 21000 هديني 400 طبعا بالكالكوليتر انت بتعملها بسرعة مفيش مشكلة في عملية الضرب القسم به 700 في تسعة تلاف على 21000 هديني 300 نيجي لخصم المكتسب هنعمله بنفس الطريقة بند الإيجار بقى بند الإيجار هو فتح له حساب هو مش طالب مني في التمرين حساب الإيجار لكن احنا حسبناها كده قلنا هو المدفوع أسدق السنة 900 لكن كان ليه 100 مدفوع عالي من السنة اللي فاتت مقدمة يبقى اللي بيخصها هذا العام 1000 جنيه شايفينه هو في الجانب الداين ده هو اللي هيروح الأرباح وخساري 1000 جنيه تحت بقى في الشاشة هو الألف ده هيوزحها بين الأقسام ألف وبه بنسبة المساحة احنا افترضنا ان مساحة ألف واحد ومساحة به أربعة يبقى هنضرب 1000 في واحد على خمسة في الجزء على مجموعة الأجزاء وبه 1000 في أربعة على خمسة هيديني 800 الإضاءة برضو الإضاءة بصوا كده في حساب الإضاءة في الجانب المدينة هو أدي كان فيه مقدم من جنيه في التمرين كان جانب في التمرين و700 مدفوعة يبقى إذن الإجمالي تحت 800 هو ده اللي المفروب يخص العام في الجانب الدين شايفينها هي دي اللي راحت الأرباح وخساري طبعا زينا نقسمها بنألفه به قال لي في التمرين هنقسمها برضو هنقسمها برضو بنسبة المساحة واحد على أربعة وزي ما انتوا شايفين قدامكم وقسمها بالطريقة اللي احنا عملناها دي ما هي الإدارة ما هي الإدارة اتقسمت هي 600 وتقسمت بنسبة قال لي تقريبا بنسبة مجمل للربح هشوفها دي لوحدة أو واحدة ما هي الإدارة 600 توزع بنسبة مجمل للربح وكان مجمل للربح عندنا 2000 جنيه للقسم ألف و 6000 جنيه للقسم به ده بند ستة في السؤال طيب بيبقى هوزحها هنا 600 في 2000 على 8000 في الجزء على مجموعة الأجزاء و600 في 6000 على 8000 هادينا ما يخص ألف وما يخص به هو طالب مني حساب الأرباح وخسائر وحساب بتاع الأقسام وحساب الأرباح وخسائر إيه العام آدي الأرباح وخسائر قدامي أهو شفناه خانة الجملة بنحط فيها الخسم المشبوحي به وقسمناه بالطريقة اللي احنا قسمناها بيه وآدي الإيجار حطنا الألف وقسمناها والتأسيم عندنا الإضاءة 800 وقسمناها بالطريقة اللي شفناها في إرشاد الحل ما هي الموظفين 700 ما هي الإدارة بعد كده في الجانب الدين مجمل الربح هو واصلا مندهوني أهو ألفين جنيه في الجانب ألف وستلاف جنيه في به وعندي مجمل الربح ده هو مندهوني في البند رقم ستة في التمرين في الإجمالي تمن تلاف الخسم المكتسب وزعناه بنسبة المشتريات موجودة قدامنا وعرفنا في التمهيد الحل إزاي وزعناه وهنرصد التمرين هطلع لي في الجانب ههو المدين مجمل الربح تحت خالص مجمل الربح حساب الأرباح وخسائر تلع مجمل الربح المتاعي لقسم ألف ألف مية واربعين ومتاع قسم تلات تلاف ستمية وعشرة ده هنوديه للأرباح وخسائر العام نجل الأرباح والأرباح وخسائر العام شفناه قدامنا هنودي فيه مجمل الربح اللي جايني بقى منين من صاف الربح يعني صاف الربح اللي جايني من حساب الأرباح وخسائر دي صاف الربح اللي جايني من الأرباح وخسائر اسماها صاف الربح مش مجمل الربح معلشنا ببقى نصلح صاف الربح مش مجمل الربح ادي الف مية واربعين وثلاثة ستمية وعشرة مجموحها اهي حطينا بقى المصاريف اللي بتخص المنشأة ككل مصاريف الدعاية استهلاك اساس وصول سابتة بتاعت المنشأة ككل وفي الجانب الداين في قراءات اوراق مالية برضو بتخص المنشأة ككل جمعنا جانب الداين طلع مجموع اربعة تلاف تعمل ومية وخمسين حطيناه في النحى التانية طرحنا منه الخمسمائة جنيه اللي موجودة في الجانب المدين يطلع صافي ربح المنشأة ككل وبكده يبقى عملنا حساب أرباح وخسائر الأقسام وحساب الأرباح وخسائر العام نشوف حالة عملية تانية والحالة العملية دي احنا حلناها مع بعض في أول محاضرة يا شباب لإن احنا كان حظوكو حلو وخدتو محاضرة من المحاضرات نقراها كده وبرضه بنفس الطريقة هشرح بند بند بس هسيبكو انتو بقى وهيبقى فيه إرشادات للحل عندك موجودة برضو على الشاشة لكن الحل اللي انا هسيبك تحله تختبر نفسك هتحله ازاي وعموما الحل ده موجود عندكم بين ايديكم في الحل اللي احنا حلناه في المحاضرة الاولى اول حاجة منشأة تعمل في مجال التجارة مكونة من ثلاث اقسام الف وبه وجيم وفيما يلي بعض البيانات المتعلقة بهذه المنشأة بضاعة واحد واحد قسم الف قسم به قسم جيم بصوا معايا انا هيلاقي المطلوب انا ببص معايا يعني مش رادي امد بالشاشة خليكم معايا كده هو هيطلب مني حساب المتاجرة للاقسام واحساب ارباح وخسائر للاقسام والميزانية انا بند بند واحنا بنقراه هقول ده بيروح فين انت مفروض انت بتسمع معايا بتكتب البند ده مكانه هيروح فين عشان ما تفتح المتاجرة وتفتح البقاح وخسائر والميزانية عالتول بتودي في مكانه وتفتح المتاجرة ذات الاقسام والارباح وخسائر ذات الاقسام لكن الميزانية مجمعة زي ما علمتها لكم في الشرح دوا وفي شرح لما قلناه في المحاضرة قدي بضعه في اول المدة قسم الف قسم به قسم خيم بضعة اول المدة دي هنودي حسب المتاجرة الجانب المدين هنحط تحت الف اربعة وخمسمية تحت به خمسة ناف تحت جيم ستة خمسة ستمائل بجمحهم بحطهم في خانة الإجمال تحتها مشتريات قسم ألف سبين ألف به خمسين ألف جيم ستة وخمسين ألف المشتريات دي برضه بتمديها حساب المتجرة في الجانب المدين بحط تحته كل قسم المبلغ بتاعه وبجمحهم بحطها في خانة الإجمال مصارفنا على المشتريات احنا عارفين كل المصروفات بتتحط في حساب الأرباح وخزائر ما عدا نقل المشتريات بتحط في حساب المتجرة ودي نحطها في دماغنا وما ننساهش أبدا نقل المشتريات بتحط المصاريف بتاعته في حساب المتجرة بيقول لي قسم ألف ألف جنيه بألف وستمية جيم ألف وربعمية هحط تحت كل قسم مبلغه واجمحهم وحطهم في خانة الإجمال أظن أنت إيدك معايا كده وممكن واحدة واحدة بتكتبهم على طول في حساب المتجرة ما هي باقي عين ما هي الباقي عين دي بتروح فين بقى في حساب الأرباح والخسائر في الجانب المدين هنحط قسم ألف هياخد تحته سبعمتين به أربعة ومنمية جيم سبعمتين بجمحهم وحطها في خانة الإجمال المبيعات المبيعات دي ما كانها فين وننسى هنرجع تاني لحساب المتجرة المبيعات في حساب المتجرة الجانب الدايم هنحط تحت ألف مية وعشرين ألف تحت به ثمانين ألف تحت جيم ثمانين ألف واجمحهم وحطهم في خانة الإجمال تعالوا بينا بقى الخصم المشموح به ونركز مع بعض شوي بيقولي الخصم المشموح به الفين وتمنمية الفين وتمنمية دي هحطها في خانة الإجمالي في حساب الأرباح وخسائر طب أنا عايزة أوزحها أوزحها إزاي أكيد في المعلومات تحت في الصفحة اللي هنفتحها بعد دي بس مش هفتح دلوقتي هيكود هيقديني معلومة أنا هبص عندي أهو قدامي الخصم المشموح به لو ما تدنيش معلومة جردية إنه هيتوزع بنسب معينة يبقى الخصم المشموح به هنعمل فيه هنوزعه بنسبة الخصم المشموح به ده بنوزعه بنسبة المبيعات أنا الخصم المشموح به ده الخصم المشموح به ده بعمل فيه الخصم المشموح به ده بغده أو مش بغده بسمح به للناس اللي أنا ببيع لها فيعتبر مصروف فانا بحطه في الجانب المدينة من حساب الارباح وخسائر يبقى اذا الخصم المسروح بيه ده المبلغ 2800 حطه في خانة الاجمالي تبقى ووزعه في الجانب المدينة على الالف وبه وجيم بايه بقى بنسبة المبيعات المبيعات عندي فوق كام 120 الف 80 الف طبعا بنحزف الثلاث اصفار وهتبقى ايه 120 ل80 ل80 وهشيل السفر كمان هتبقى النسبة ايه 12 لتمانية لتمانية يبقى هنوزع الرقم ازاي بقى بتاع الخصم المسروح بيه 2800 والشرح اللي بقوله ده هتلاقيه بعد كده في الصفحات التالية في ارشادات الحال 2800 للقسم الف في 12 على مجموع الـ 12 والتمانية والتمانية على مجموعة يبقى على 28 وقسم به هنقول الـ 2800 في 8 على 28 والقسم جيم 2800 في 8 على 28 تمام كده طيب نجل البندي اللي بعدها ايجار الايجار ده بيروح فين اول حاجة في الارباح وخساير في الجانب المدين دي نعرف كده في الارباح وخساير في الجانب المدين بيقولني ايجار 1300 نصحة مع بعض بقى فيه ايجار مستحق علي كمان 500 جنيه انا مفروض بحط في الحسابات بتاعتي كل ما يخص العام من مصرفات انا دفعت ايجار 1300 لكن لسه علي 500 يبقى مفروض ادفع كامل يبقى مفروض ادفع 1800 1800 دي بالكامل هتروح في الجانب المدين في حساب الارباح وخساير وهي دي اللي هوزحها على الاقسام هشوفها وزحها ازاي بعد كده دلوقتي انا كان اصلا هو في الارصيدة 1300 في الارصيدة خدت عليها ال500 يبقى حطيت في الارباح وخساير 1800 طيب ال500 دي اللي ما كانش موجودة في الارصيدة دي لسه ايجار مشتحقة علي فلوس علي الفلوس اللي علي والحاجات اللي علي دي مش قلنا بتتحط في خسوم الميزانية دي هنحطها في خسوم الميزانية تحت هنقول كده ايجار مشتحق 500 جنيه في خسوم الميزانية تحت شوية طيب هنوزع بقى الايجار ازاي انا هشوف هيقولي في التمرين ده في الصفحة اللي جاية بس انا بشوفه عندي الايجار قال لي تحت في المعلومات تحت يوزع بنسبة خمسة لتلاتة لاتنين يبقى ايزا الايجار عندي تحت اللي هو 1300 والخمسمية اللي هي 1300 بيت 1800 وحطناها في الارباح وخسائر مدين دي هنوزعها بنسبة خمسة لتلاتة لاتنين يعني هيبقى قسم قاله 1800 في خمسة على عشرة وقسم به 1800 في تلاتة على عشرة وقسم جيم 1800 في اتنين على عشرة هدينا نصيب كل قسم من الايجار تمام وما ننساش حطينا الخمسمية جنيه في خصوم الميزانية نجي لمهاية الادارة نفس الفكرة بيقول لي مهاية الادارة دي بتروح فين بتروح في الارباح وخسائر في الجانب المدين هناك مهاية مستحقة في كبان عليا مهاية مستحقة انا دفعت تلاتة ربعمية لكن لسه علي متين جنيه يبقى لازم ادفع وحط في الارباح وخسائر كل ما يخص العام تلاتة ربعمية زائد المتين يبقى مفروض احط في الارباح وخسائر كام تلاتة وستمية في خانة الاجمالي طب مهاية الادارة دي هوزعها ازاي على الف وبه وجيم في الجانب المدين تحت بيقول لي في المعلومات الجردية مهاية الادارة والمصاريف الادارية توزع بنسبة واحد لواحد لواحد يعني هنوزعها بالتساوي طيب مهاية الادارة كالتلاتة ربعمية اخدنا عليها المتين بقى التلاتة شتمية اتحطت في خانة الاجمالي هنقسمها الف ومتين لقسم الف الف ومتين لقسم به الف ومتين لقسم جيم وزي ما قلت لكم الكلام ده مشروع في ارشادات الحل اللي هتشوفوها معايا نجي للإعلان نفس الفكرة بس قبل ما اوصل للإعلان ارجع تاني الاهيئة الادارة معلش احنا قلنا المهاية المستحقة المتين جنيه دي الاجار المستحقة اللي فوق الخمسمية احنا مش ودناها قصوم الميزانية كمان المهاية المستحقة اللي لسا علينا دي هتروح قصوم الميزانية وكتب جنبها مهاية مستحقة متين جنيه نجي للإعلان بنفس الطريقة 13 الف ومتين ده الإعلان بيارضوا بيرح في الأرباح و القساري في الجانب المدين بيجي بقول لي فيه إعلان مستحق يعني علينا لسه تمنمية يبقى لازم انا احط 13 ومتين زائده تمنمية 14 الف جنيه احطها في حساب الارباح وخسائر اعلن طب اشوف الاعلان ده يتوزع ازاي طب انا حطيتها الاعلان دي 14 الف في جانب الجملة في خانة الجملة في جانب المدين ارباح وخسائر ايه واعتنسو التمنمية دي ده اعلان مستحق عليها هيروح الميزانية في جانب الخصوم زي الايجار المستحق والمهاية المستحقة واكتب اعلان مستحق تمنمية في الخصوم طب لسه بقى انا هنوزع الاعلان كله ل 14 الف على الف وبيه وجين هشوف تحت هيقول الاعلان يتوزع بايه في المعلومات اللي تحت بيقول الاعلان يوزع بنسبة اربعة لتلاتة لتلاتة ويس اوه يبقى عندنا الاعلان طلع 14 الف الاعلان طلع 14 الف يبقى الف هيخصه 14 الف في اربعة على عشر وبها هيبقى 14 الف فيه ثلاثة على عشرة وجيم هيخصه 14 الف فيه ثلاثة على عشرة هيطلع ما يخص الف وبه وجيم هحطه تحت خانة الف وبه وجيم تمام؟ فهمنا فكرة لما بيبقى فيه حاجة مستحق نيجي باندي المدينون المدينين دي بتروح في اصول الميزانية تحت في الاصول المتدولة نقضية برضو في اصول الميزانية في الاصول المتدولة اساس الاساس عندي هنا خمس تلاف الاساس ده بتحط في اصول الميزانية في حاجة بقى في المعلومات الجردية برضو لمهم الديهاني في التمرين بيقولي استهلاك الاساس ومصاريف التأسيس عشرة في المية وبيوزع بنسبة أربعة لتلاتة لتلاف الاساس عندي هنا بيقولي كام الاساس نرجع له كده بيقولي الاساس خمس تلاف الخمس تلاف دي هنحطها في الميزانية في جانب الاصول هضربها في عشرة على مية هيديني خمسمائة جنيه ده استهلاك الاساس اترحم الخمس تلاف هيديني الصافي بتاع الاساس أربعة تلاف وخمسمائة الخمسمائة اهلاك الاساس دي ده مصروف هوروح موديها في الأرباح والخسائر في الجانب المدينة واضح؟ طيب أوراق القب أوراق القب دي تتروح في أصول الميزانية في الأصول المتدولة ست تلاف نيجي بقى لمصاريف التأسيس واستهلاك الاساس قبل ما نسيبه فعلا نسينا نقول هنوزعه على قسم ألف وقسم به وقسم جيم بنسبة أربعة لتلاتة لتلاتة يعني الاهلاك اللي طلعنا لخمسمائة جنيه هنضرب في أربعة على عشرة يدينا قسم ألف في تلاتة على عشرة يديني به في تلاتة على عشرة يديني ما يخص جيم نيجي بقى المصاريف التأسيس اتناشر ألف مصاريف التأسيس دي برضو بتتحطي في الميزانية في جانب الأصول بيقول ليها إهلاك برضو هنا عشرة في المية هيتوزع برضو بنسبة أربعة لتلاتة لتلاتة هنحطها في جانب الأصول اتناشر ألف في عشرة على مية هيديني ألف ومئتين إهلاك مصاريف تأسيس أطرحها من الاثناشر ألف في هيدين الصافي بتاعها في أصول الميزانية تبقى الألف ومتين دي هتروح فين هتروح إهلاك مصاريف تأسيس في حساب الأرباح والخسائر الجانب المدين وهقسمها بنسبة أربعة لتلاتة لتلاتة على ألف وبين هو جيم زي ما قسمنا إهلاك الأساس نجي للأعقار بتاعنا بقى مئة ألف العقار ده بيروح فين العقار ده يعتبر أصلي من الأصول السبتة مئة ألف هحطه مئة ألف كده وهشوف هعمل إيه والمعلومات الجردية علي إيه يبقى أقول مئة ألف عقار في الأصول السبتة في الميزانية تحت بيقول لي بقى في البند ستة في المعلومات الجردية آخر معلومة جردية بيقول لي إيه استهلاك المباني 2% وبينقصين قيمة الأرض 60 ألف ويوزع الإهلاك بنسبة خمسة لتلاتة لاتنين بصوا بقى العقار عندي بالكامل مئة ألف العقار ده عبارة عن إيه عبارة عن أرض ومباني الإهلاك أصلاً بيحصل على إيه؟ على المباني والمباني ممكن تهلك وتنتهي وتتهد لكن الأرض سبتة ما بيحصل لهاش أي إهلاك هنا هنا يا بنقصين بيقول لي الأرض خمسة 60 ألف العقار كله 100 ألف يبقى إذن هتلاقي في الشرح وراء بتاعي التمهيد بتاع الشرح بيقول لي عقار مئة ألف ناقص خمسة الأرض 60 ألف هيديني قيمة المباني 40 ألف هي دي للأربين ألف اللي هعمل عليها إهلاك 10% بس فأقول أربين ألف لكن أنا هحط قيمة العقار بالكامل في الأصول وقل ناقص هدرب أربين ألف في عشر على مية هتديني أربعة تلاف هقول مئة ألف ناقص أربعة تلاف إهلاك مباني هيديني الصافي بتاعي العقار الأربعة تلاف دي هتروح فين أو زي ما طلعت ما عرفش هتطلع كام الإهلاك بتاع المباني هيطلع أربين ألف مش أربعة تلاف إهلاك المباني هيطلع أربين ألف لما ضربنا لا أربين ألف لا لا معلش أنا أسف إهلاك المباني أربين ألف هو قيمة المباني كاملة هنضربها في 2% إهلاك المباني في 2% هيدين الصافي بتاعنا 40 ألف في 2 على 100 هيدين قيمة إهلاك المباني 800 جنيه هنوزع إهلاك المباني ده بين ألف وبيه وجيم بنسبة 5 ل3 ل2 الأول إهلاك المباني هنتروحه من العقار الميت ألف وطلع الصافي في الأصور بال800 الإهلاك المباني ده هتروح فين هتروح في حساب الأرباح وخسائر الجانب المدين طيب هوزعه بنسبة ايه هقال للنسبة 5 ل3 ل2 يبقى هقول 800 في 5 على 10 هيديني نصيب ألف 800 في 3 على 10 هيديني نصيب به 800 في 2 على 10 هيديني نصيب كيم تمام ده بالنسبة لبنت العقار نجي بالنسبة للخصم المكتسب بيقول لي 1760 الخصم المكتسب دائرات بيروح في حساب الأرباح وخسائر الجانب الدائن بحط في الخانة بتاعت الجانب الإجمالي في الجانب الدائن 1760 طيب أنا عايزة أوزعه على القسم ألف وقسم به وقسم كيم هنا مش قيل لنسبة توزيع يبقى إذن هنا زي ما وزعت الخصم المسموح به بنسبة المبيعات هوزع الخصم المكتسب بنسبة المشتريات هيوزع بنسبة المشتريات وبرضو موجود عندك في تمهيد الشرح المشتريات عندي كانت 70 ألف لـ 50 ألف لـ 56 ألف هنشيل للثلاث سفار هتبقى النسبة 70 لـ 50 لـ 56 70 لـ 50 هنا المشتريات كام نشوفها كده نرجع لها تاني 70 ألف لـ 50 ألف لـ 56 ألف عندي هي فوق خالص في الشاشة يبقى وزعها بنسبة المشتريات 70 لـ 50 لـ 56 زي ما وزعنا هنقول بعد كده أصلاً الخصم المكتسب 1760 في 70 على مجموحهم في الجزء على مجموح الأجزاء وفي مرة اللي بعد كده المبلغ الإجمالي اللي هو 1760 في 50 على مجموحهم وبعدين 1760 كمان مرة في 56 على مجموحهم هديني ما يخص تألف وبيه وجيم والخصم المكتسب ده بيروح حساب الأرباح والخسائر الجانب الدائن هوزعه تحت كل خانة من الخانات وده واضح في تمهيد الشرح عندكم زي ما هنشوف في صرحة اللي في الصوحة اللي بعد كده أدي المعلومات اللي أنا كنت بقراها فإذا علمت قال لي عليها أولاً مطلوب تصوير المتاجرة والأرباح وخسائر الميزانية هتصورهم بعد الكلام اللي قلته ده سهل جداً صورهم وأدي تمهيد الحل أيله أيله لها هنا بالتفصيل زي ما شرحت معاك بند بند هتبقى أنت معايا على الشاشة والميكروفون وقدامك أهو السماعة بتسمع وقدامك أهو الخصم المكتسب وكل بند أنا شرحته اتوزع إزاي قدامك بالأرقام وهتوزعه على المكان اللي قلتلك عليه يا متجرة يا أرباح وخسائر يا الميزانية هيا كده خلصنا التمهيد الحل أنا هسيبكو بقى تعملوا نفسوكو المتجرة والأرباح وخسائر والميزانية دي أنا شرحتها بالتفصيل وأنا بقرأة تمرين وكمان شرحتها بالتفصيل في المحاضرة الأولى وبكده نكون نكتفي بهذا الجزء بعد هذه الإرشادات ممكن بعد كده تعمل حساب المتجرة والأرباح وخسائر والميزانية زي ما احنا شايفين كده قادي عندنا المراجع ما لكش دعوة بيها بعد كده انت يا عزيز الطالب هتركز على التمرينين اللي احنا قلناهم دولة وبتركز عليهم قوي 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 لأن ده نموذج لأي حاجة ممكن تجيلك في القسم ده خلاص وخصوصا الجزء التمرين التمرين الأخرينين دولة اللي احنا شرحناهم وحلناهم بالتفصيل ومع خالص تمنياتي بالصحة والنجاح واتقابل معاكم في الجزء الخاص بالمحاسبة في المنشآت ذات الفروع شكرا 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 شكرا